تفضل السلام عليكم عليكم السلام انت كاتب سلام على من اتبع الهدى انت شيعي صح؟ أنا شيعي وديت لك بصمات لا انا شفت رسالة كاتب سلام على من اتبع الهدى حضرك دخل على فرعون عموما تفضل اخلى 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 بحشاية وحدة وانا ما اريد اتدخل وياك بش اي شغلة لا هتدخل ويايا وهتدعونا احنا سؤال الحلقة اليوم ادعونا ايها الشيعي الى معتقدك الى دينك خلى خدمة اخوك من العرب حياك الله هذا القرآن الى قدامك زهل ولا قد القرآن هذا الى قدامك علماء الشيعي يقولون ليس بصحيح انا اعتقد انه صحيح اسمع اسمع ما يفيدك اي واحد ما يفيدك قيامه غير ولاية محمد والي محمد هتهلي بقى من القرآن يا حجي انت قلتلي دلوقتي هذا القرآن اللي امامك يفيدك ولا ما يفيدك قلتلك يفيدني ان شاء الله طبعا باذن الله قلتلي ما يفيدك الا القرآن فين بقى ما يفيد الاولاية قال محمد تفضل هتهلي من القرآن خليها نصحك لله خليها نصحك لله شكرا خلي النصحة لحضرتك ان شاء الله تنتفع بها هتلي بقى الولاية انت بتقول عليها ليها تنجيني يوم القيامة دية فين الولاية من القرآن طيب ما اتاكم الرسول فخذوه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت ابو بكر وتزوج بنت عمر وزوج اثنتين من بناته لعثمان وهؤلاء نقلوا لنا ما اتى به الرسول صلى الله عليه وسلم الاربع نقلوا لنا السنة زوجة النبي عائشة وحفصة وابو بكر وعمر وعثمان الخامس الخامسة قالوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهل انت تأخذ منهم؟ اقول لك اسمعني اسمعني استادرامي مرخصته مرخصته الرسول صلى الله عليه وآله وسلم انا ما اعديش المعلومات بس اقول لك ياها اقول لك ياها بصراحة ولاية علي ابن ابي طالب هي الحق انا اقول لك شلون؟ الرسول قال تفترق امتي الى ثلاثة وسبعين ثلاثة وسبعين فرقة وفرقة واحدة نادية زيان حتى نوأ بها وكaje ونصدφο فرقة رسولال فرقة제를 حجه الانه سوان بالله عليك يا حجي النبي صلى الله عليه وسلم قال الامة تفترك تلاثة وسبعين فرقه ولفرقه هي اناه بقى يهم الشنار الانهي النحلل اللى هتتبع النبي الانهيanya الانهيه ليه اللى هتنت Villاء علي بن ابي طالب مش مالك انتو LG بتقولو بنبوة علي بس بس بجيبوها بطريقة ملتوى ya حجي يعني دلوقتي أنت الأمة تفترك 73 فرقة والفرقة الحقيقية هي اللي هيحبه علي بن أبي طالب ويتابه علي بن أبي طالب هو إحنا مأمورين باتباع مش أنت نساء اللي ما أتاكم الرسول فخوضه هو إحنا مأمورين باتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا باتباع علي بن أبي طالب رامي 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 أستاذ رامي نعم تفضل أستاذ رامي أنت موقع قدامك هذا قرآن كتاب الله لو لا نعم كتاب الله شي يقول شي يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الرسول إش قال بالمباهلة أخذ المباهلة أخذ علي وفاطمة والحسن والحسين نعم زيان طب معلش بس وما أتاكم الرسول فخذوه وما أتاكم الرسول فخذوه أخذك أقول لك طب أقول لك أنا والله العظيم محروف قلب عليك أنت هسه مثلك تصير داعي من دعاة الله تدعي إلى الطريق الصحيح مو الطريق العوج زيان يعني أهل السنة طريق عوج لا أقل لك أنا ما أقل لك السنة لو لعدنا إخواننا بالعراق هل يزورون الحسين يزورون الإمام علي ويرحون الإمام الكاظين ما أقل لك تا أقل لك عليهم السنة إخواننا بس أقل لك أنا أنصحك أنصحك ادعو إلى محمد والي محمد أقل لك يا بصراحة ما يفيدك يوم القيامة غير محمد والي محمد زيان نعم زيان شكرا يا حج على النصيحة بس ما عليش أدعو إزاي يعني أقول للناس قولوا بأنه يوجد أئمة إثني عشر لا أدعو للتوحيد ولا للقرآن ولا للسنة أدعو الناس باللي قال محمد يبدي من محمد إلى الإمام الحج المنتظر يقول الرجول يقول له يظل واحد لو يوم واحد يظل من الدنيا إلا يظهر صاحب الزمان يملأ الأرض عدلا وقصطا بعدما ملأ ظلما وجورا طب حجي حجي ممكن أسألك سؤال بعيد عن الدين أو كده فأنا الله شائد ما عدي إيش وياك بس أنصحك لله طب حجي تيفسار تيفسار يا حجي أنت بتلتم بطلتم ع الإمام الحسين اتفضّق بطلتم ع الإمام الحسين عد مضيف عد تعازي للإمام الحسين الإمام الحسين القتل مظلوم يا حجي أنا مسألتك عن قصة حياتك أنت مش لاحك adding تحدث لا أناmart nor ways to خليها عدمكم أنا عارف الإمام الحسين مات مظلوم وعياله مظلومين وميراته مظلومة وان كل اتظالة انا مسألكش على كل ده يا حاج انا سئلتك انت بتلطم عن الإمام الحسين نعم او لا اعدي شين الغاف لك منها يعني الناس تلتم عاله سين لا او انا سألت حكا او انقرت يا حجي مش انت لذا بتقول اللي يدعو الناس لي محمد لولاية محمد ووال مساء فانا باخد منك المعلومات بقى عشان هدعو الناس انت بتلتم عالامام الحسين اجلل لكن يعني واحد يلتمع الحسين ويبتع الحسين اي كرامة كرامة عند الله طيب بتطبرا على الامام الحسين ولا ما بتطبرا على الامام الحسين انا ما اطبرا انت لا تلزم له هاي السؤال أنا ما بلزمكش يا حجي بدون مبررات أنا بسألك فقط الله أنت ما تسمع النصيحة أنا أريد أن نصحك والله الفائدة إليك يا حجي بالله عليك يعني واحد يجي يقول لي أنا أبنصحك يا رامي امشي من الطريق ده وتذا الطريق المليء بالظلام والسباع والنيران وأنا خايف عليك يا حجي رامي والله انصحك لله يعني أنا لو مشيت وراه فإنت لقوم هلكوا وهلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً أنا لابد أن أخذ على إيدك أنت بتنصحني وشكراً لك لكن نصيحتك مخالفة للقرآن الكريم نصيحتك مخالفة لسنة النبي الأمين نصيحتك مخالفة للفطرة نصيحتك مخالفة للعقل نصيحتك مخالفة للعرفي نصيحتك مخالفة للمنطق وهبين لك كل دول أول حاجة أنت بتنصحني بولاية آل محمد فين القرآن أمرني بذلك القرآن أمرني بالصلاة بالزكاة بالصدقة بالصوم بالحج بالامر بالمعروف والنهي عن المنقر في الولاية محمد وقال محمد لا ليست موجودة على السبطون ليست موجودة انتاني نقطة تعالى يبقى القرآن انت بتنصحني بشيء لا موجود في القرآن ولا في السنة اين قال محمد قالوا للناس اتخذون ائمة معصومين منصبين ده رقم اثنين رقم ثلاثة يا حج والاهم انتو كان بعد موت كل امام بتختلف وتنصحني كون شيعي اصولي زيك ولا شيعي اخباري زي اللي بيكفرك وانتون اثنين عشرية ولا تنسحني اكون من اتباع الصرخي ولا تنسحني اكون من اتباع احمد بن الحسن اليمني اللي هو بيقول انه هو رسول الامام المهدي بالغدير والغدير خم القرآن مونزل على الرسول جل يا ايها الرسول بلغ ما اقل زلاء اليك بل لم تفعل فما ابلغ ده جميل فانت بتنسحني اخذ بنصيحة الغدير واقول ان الامام علي هو الامام المعصوم منصب من قبل الا الصرخي بيقول ذلك ان الامام علي هو الامام بدليل حديث الغدير احمد بن الحسن اليماني اللي هو بيزع منه هو معصوم ورسول الامام المهدي وموجود عندكم في العرق دلوقتي قاعد وزي منه بيشرب شيشة دلوقتي ولا نرجيله بيقول بذلك ايضا بيقول بحديث الغدير الاخبارية اللي بيكفروك بيقوله برضو بحديث الغدير وانت من الاصلية بيقوله بحديث الغدير وانت ما بتتطبرش الشرازية بيتعانوا فيك وفي عردك عشان ما بتطبرش والشرازية بيقوله ايضا بحديث الغدير فكل دول بيكفروا بعد وانت كلكو اخوان وفي العراق وفي مكان واحد اخد بمين بقى اخد بمين ما انت بتقوله هو اتخد بحديث الغدير ما كل دول بيقوله بحديث الغدير بس يكفروا بعد مين في كل على حق انت مو تريد قرآن له لا انت تريد مو قرآن له لا ما انا بقولك انا خلاص خدت بالقرآن وهاخد وهقول الامام علي معصوم بحديث الغدير خلاص انا لو حجاشتك حق في اية التبليغ اللي انت بتقوله علي دي ما هتعرف اي شيء خالد وهطلع لك بس انت قطلي ما عندكش معلومات فانا مش عايز ادخلك في موضوع الحوار انا بقولك بقى خلاص خدت باية التبليغ انا خدت باية التبليغ دلوقتي اكون مع مين بقى استادراني بس خل خدمك خل خدمك خل خدمك هنا بحديث الغدير بس بوعلي انت مو تريد قرآن كريم لا لا الله نزله اه بالغدير غدير خم مو نزل القرآن يقول لي يوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا يعني بولاية علي بنهي طالب كمل الدين طيب جميل تب جميل حجي اسمعني انا ما بنظركش يا حجي اسمعني بس خلاص انا اكرر بولاية علي بنهي طالب انا ديني كامل كده كامل دينا جميل اسمعني يا حجي اسمعني بس اسمعني بس خلاص يا جماعة انا بقولك انا على الملأة هنا رامي عيسى اكرر بولاية علي بنهي طالب وانكر ولاية بقية الائمة ديني كامل كامل دينا اكررت بولاية علي وأنقرت ولاية الصادق والجواد والرضا والهادي وأنقرت محمد بن حسن العسكر وأنقرت بقية الأئمة ديني كامل؟ كامل دينك هذا الله جاهل الله أكبر سواني 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 مين من علماء الشعب يقولك لو أمنت بولاية علي ولم تؤمن بولاية بقية الأئمة ديني كامل يعني أنا أكفر بالأئمة وأكفر بولاياتهم وأنكر ولاياتهم فأنا ديني كامل وأكون في الجنة؟ أنت ظاهر ظاهر ما تريد تسمع الكلام الزين إيه الزين؟ إيه الزين بس يا حج ورقت نفسك أنا أجل لك الزين أنا أجل لك الزين أكمل الدين بولاية علي أنت ليش مروحك يا أخي؟ طيب خلاص ما أنا أقولت لك أنا أكر بيها أنا أكر بولاية علي وأقول أن إمامك محمد بن الحسن العسكري كافر زنديق لعنه الله ديني كامل؟ لا 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 أيها تعالى لا 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 تعالى أسمت عندك أصلا الدين لم يكمل بولاية علي الدين نقص لحد ما يخرج إمامك الهربان بالقرآن الصحيح والسنة الصحيحة ويحارب ويقف مع اليهود ضد المسلمين كده بقى الدين بتاعك ويكمل بقى وقتها لكن دينك مش كامل يا حج الآن أنت لو قلت الدينك كامل بولاية علي بن أبي تاريب لا لابد يتعدى إلى بقية الأئمة الاثنى عشر لذلك يا حج أنا أعلمك ما تعتقد به لكنك إما تجهل وإما أنك تنكر وإما أنك لا تعلم ذلك هذا كتاب تفسير البرهان مقدمة تفسير البرهان لهاشم البحراني بيقول لك في المقدمة بيقول لك إيه إسمع يا حجي بيقول لك في صفحة رقم ثلاثين بينقل قال وقال العلامة السعيد والفاقات. هام السديد الشيخ المفيد لعنه الله طيب الله تربته في كتاب المسائل بيقول إيه بقى المفيد اتفقت الإمامية على أن من أنقر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض إطاعتي أنقر إمامة واحد بس من أحد الأئمة وجحد ما أوجبه الله الله تعالى من فرض إطاعتي فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار فهوين إن أنا أكرر بإمامة علي ولا أكرر بالأئمة الباقيني بأديني كامل علمائك التفقى باوع إستاذ رامي رامي بس خلي خدمك خلي خدمك شوية تفضل تسمعني أسمعك أنا قلت لك الإجماع رحمة الله على والديك بس باوع لي هذا القرآن لقدامك أنت مقعد هسه تستشهد بالقرآن له لا رحمة الله على والديك بس باوع لي أنت فاهي معاقل من أجلك الآية الكريمة نزلت على الرسول بيوم غدير خم اليوم أكملت لكم دينكم قرآن له لا مقرآن هذا الآية دي فين في سورة ايه؟ الآية اليوم أكملت لكم دينكم في سورة المائدة وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بيوم غدير خم نزلت بعشي تريد طيب الآية دي رقم ستة من سورة المائدة صح؟ ستة ولا ثلاثة؟ أنا شمدري أنا ما أعرف بها أنا بس أجل لك هاي معلومة وشوفها ودور عليها يا حج أنا عارف الآية اللي أنت بتستدلي بها بس أنا عايز أقرأ عليك حاجة فقط ممكن تقرأ لي الآية من أولها؟ أنت هلا هتجل لك نقرأ الآية وأجل لك طب خلينا نقرأ هلاك يا حج خلينا نقرأ هلاك ليه سياق الآيات بتبتروه يا حج دائما؟ ليه سياق الآيات بتبتروه دائما علشان بيكشف هذا المعتقد؟ شوف يا حجي الله سبحانه وتعالى الآية رقم ثلاثة من سورة المائدة بيقول إيه؟ حرمت عليكم دي الآية اليوم أكملت لكم دينكم أخذوا جزء منها برضو زي ما قلتلكم قبل كده الشيعي ما بيأخذ آية يستدلي بها أول حاجة يأخذ جزء من الآية يبطر يأخذ جزء من الآية إنما يقول الله جزء يبعانكم ريجي السألة جزء وأخذ من هذه برضو يأخذ جزء من الآية يمنعها من السياق ما يجيبش الآية كاملة والآية القابلة والآية اللي بعدها حتى لأن السياق سيكشف أن معتقدوا أن الاستدلال بهذه الآية استدلال باطل ثلاثة بيأخذ آية متشابهة في إثبات أصل من أصول الدين زي الآية اللي بيستدلي بها الآن اليوم أكملت لكم دينكم خلنا نشوف الآية من الأول كده الآية بتقول إيه؟ الآية رقم ثلاثة من سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فين الإمام علي هنا؟ فين الولاية هنا؟ فين الولاية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسك اليوم يا إسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوني وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فين ولاية الإمام هنا؟ بتضحك على الناس لي حجي تبوا الآية اللي بعدها يسألونك ماذا أحل لهم كل أحل لكم الطيبة تبوا الآية اللي أبليها يا إيه الذين أمنوا لا تحلوا شعير الله ولا الشهر الحرام ولا الهجي ولا القلائد ولا أمين البقية يبتغون فضلا منا ولا تعاونوا على الإثم وتعاون على البر والتق ولا تعاون على الإثم فين ولاية علي هنا يا حجي؟ يا حجي ليش بتكذبون يا حجي؟ هو أنت ليه كل آية بتستدلوا بيها تأخذون جزء منها؟ هل استدل؟ أنا بسألك أنت يا حجي وأنت أعلم هل الإمام علي سلام الله عليه؟ استدل بهذه الآية على إمامته تفضل آه أنا جل لك القرآن من بغدير خهم قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله يعصلك من الناس أول حاجة ما جاوبتش على الآية هل سيدنا علي استدل بهذه الآية أم لا؟ رجعت تاني لسرط المائدة وسبت الآية رقم 3 واستدللت بالآية رقم 67 من سرط المائدة برضو زي ما قلتلك الشيعي يأخذ جزء من الآية يمنع السياق ويأتي بآية متشابهة بيعمل ثلاث أشياء أول حاجة يأخذ جزء والبعض وسعاد بيقرأ الآية كلها التاني حاجة لا يقرأ بقية الآيات الآية لأبلها والبعدها علشان يبين لك السياق لابع حاجة بيأتي بآية متشابهة الآن استدل لها أيضا بالآية رقم 67 من سورة المائدة خلينا نقرأ الآية مثلا قال لك إيه؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إلا متفعل فما بلغتنا سلاة والله يعصنهك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين تعالوا نشوف الآية اللي قابليها ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل إذا 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 حاجة الآية بتتكلم عن أهل الكتاب اللي قابليها ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون طيب وبعدها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب واللي بعدها بتتكلم عن أهل الكتاب برضو بص قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين فاللي قبلها بتتكلم عن أهل الكتاب واللي بعدها تتكلم عن أهل الكتاب والآية دي بتبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الجميع يبلغ هؤلاء أهل الكتاب ولا يخشى من أحد فإن فين في الآية إمامة علي رضي الله عنه ليش يا حجي بتبتره وأرجع وعيد عليك السؤال تاني هل استدل علي رضي الله عنه بآية البلاغ أو آية التبليغ على خلافته تفضل لا 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 ما تحكينيش كساس يا عم الحج الله يكرمه وبلاش كنت تردت علي يا حج الله يهديك وإيش اللي حصل لك يا رب هل علي رضي الله عنه استدل بآية التبليغ اللي أنت قرأت الآية رقم 67 من سورة المائدة أو استدل بآية إكمال الدين الآية رقم 3 من سورة المائدة اللي أنت استدللت به هل استدل بآية منهم في إثبات إمامتي أجبني نعم أم لا طبعا أنت ما كنت تعرف كل الزيان 100% هي الولاية علي بنها بطالي هي الصحيح شكرا يا حج نعرف أنها الصحيح رد علي يا بقى الله يشرح صدرك للحق هل سيدنا علي استدل بهتين من الآيتين على إمامتي أم أنك أعلم من علي رضي الله عنه تفضل لا الإمام علي الإمام علي عليه السلام من بعد الرسول هو أكلف الإمام علي هل استدل علي بهذه الآيات على إمامتي يا حج هل استدل علي بهذه الآيات على إمامتي نعم نعم شاشتون أقول لك حديث المباهلة آية المباهلة مش حديث المباهلة آية المباهلة في سورة آل عمران الآية رقم أظن ستين أو واحد وستين حديث الكساية أدخل وياهم حديث الكساية أدخل ويا الرسول الآية واحد وستين استنى بس حج الآية واحد وستين من سورة آل عمران فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فين في هذه الآية إمامي تعالي بلاش الاثنين اللي فاتوا بالله عليك يا عم الحج الحسنة تعبان أو الله النهار هل سيدنا علي استدلا بالآية الثالثة دي على إماماتي أيضا؟ هل علي رجالك؟ بتعرفها وتحرفها استدلا بالآية وتحرفها يا حج علي استدلا بهذه الآية برضو بتأخذوا الآية ما بتجيبش الآية اللي قابليها والآية اللي بعديها علشان تبين سياق الآيات ربنا هنا في الآية اللي قبلها واللي قبلها واللي بعدها بيبين هؤلاء اللي كانوا بيزعموا أن المسيح عيسى بن مريم هو الله أو هو ابن الله فأراد أن يبين الله تبارك وتعالى لهم أن خلق عيسى كخلق آدم والله قادر على كل شيء ولا يوجد أي دليل لتقول بأن عيسى هو الله أو ابن الله فمثلا الآية دي رقم 61 خلينا ناخد الآية رقم 59 إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون خلقه زي خلق آدم إن كان عيسى بدون أب فآدم بدون أب أو أم ثم قال الحق من ربك فلا تقم من الممترين الحق اللي أنزل عليك يا محمد من ربك في شأن عيسى فلا تقم من الشكين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ليه يحاججك في مسألة عيسى عليه السلام يا محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما جاءك من العلم من قبل الله تبارك وتعالى في هذه المسألة فقل دعوم للمباهلة والإنسان ما يخرج للمباهلة أنا خارج للمباهلة هروح أقول للجاري تعالى باهل عليك هروح أقول للصديق تعالى باهل عليك لا هاخد أقاربي لذلك عندكم رواية رواها المفيد أن الأسقف طلب من القلة للأساقفة قال لهم إن خرج محمد بأصحابه فباهلوه وإن خرج بأهله فلا تباهلوه وكان فيه طلب من الأسقف أنه يخرج من أهله ده ذكره المفيد عندكم فمن حجك فيه فقل خلص تعالوا المبهل الآية اللي بعدها بتقول ماذا اغفر الصوت يا حبيب وات الصوت الآية اللي بعدها بتقول ماذا إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم إن هذا القصص اللي أنزل الله عليك في شأن عيسى لهو القصص الحق وما من إله إلا الله لا عيسى إله ولا العزير إله هو إله واحد سبحانه وتعالى وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فقل فإن تولوا فإن الله عليهم من المفسد فالآية بتتكلم عن ماذا بتتكلم عن إثبات عبودية المسيح وأنه ليس برب وليس بإله في الإمامة علي هنا في الإمامة الآئمة هنا لماذا تأخذون الآية وتبطرون السياق الذي يكشف هذا المعتقد الباطل يحجي وأرجع وأقول لك هل استدل علي بهذه الآية على إمامته تفضل زين خلصت زين ياهم أهل أهل الرسول ياهم اللي أخذهم باهل بهم ياهم علي وفاطمة والحسن والحسين إذن بعدين أخذ غيرهم أكو أخذ غيرهم لولا هم لولا الطريق الصحيح إلى الله يا حجي علشان النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج بهؤلاء للمباهلة يبقى هم دول الطريق الصحيح وإحنا نحبهم ولكن لا يوجد طريق إلى غير وانتو دينكم ليه ضعيف كده يا حجي كان نسلت آية بالاتباع علي وفاطمة والحسن والحسن والحسين بدل ما انتو قاعدين تلفوا كده لو واحد بيباهل الآن أنا هاخذ مين أنا هاخذ مين يا حجي لو أنا بأباهل الآن يعني مثلا أنت عندك كتاب هدم البنيان في محتاج به الشيع من آيات القرآن كنا ذكرنا في آية المباهلة وتكلمنا فيه كان في بداية الكتاب كنا ذكرنا في آية المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم شوف الأسكف هنا بيقولي يا حجي خليك معايا كده استدلالكم بآية المباهلة الأسكف بيقولهم الأسكف آه قال المفيد في هذه الآية إن الله عز وجل أخبرنا العزاب ينزل على المبط العقيب المباهلة ويبين الحق فاجتمع الأسكف مع عبد المسيح والعاقب على المشورة فاتفق رأيهم على استنظاره إلى سبيحة غد فلما رجعوا إلى رحالهم قال لهم الأسكف انظروا محمدا في غد فإن غد بولده وأهله فاحذروا مباهلته وإن غد بأصحابه فباهلوا فباهلوا فإنه على غير شيء فالنبي لو أي إنسان يعني أنا أبين لك يا حج للنبي خد علي وفاطمة والحسن والحسين شوف يا حج أنا الآن الإنسان ممكن يقدم نفسه للمخاطر والأهوال من أجل أن ينجي ولده بمعنى لو في حدث لو في سبع الآن أمامك الأم ماذا تفعل أو الأب ماذا يفعل لو في سبع أمامك ومعاك طفلك هتقدم طفلك للسبع ولا هتاخد طفلك هتخبيه وراك وهتخاف عليلي تدفع عنه السبع هذا ستفعل ذلك أليس كذلك فالنفس مجبولة على حب الولدي والأبناء أكثر من النفس لذلك أنت لو سألت أي شخص الآن من اللي تحبه يكون أفضل منك يعني كان أبي رحمه الله كان يقول لي هذه الجملة ولم أستشعر هذه الجملة إلا حينما تزوجت وأنجب فحينما رأيت أولادي علمت هذه الكلمة ماذا الكلمة دي إن الإنسان لا يحب أحد أن يكون أفضل منه إلا ولده الإنسان لا يحب أحد أن يكون أفضل منه إلا ولده فمن أجل ذلك المباهلة قائمة على ذلك إن الإنسان بيباهل أنه على حق بأكثر ما يملك أو بأفضل ما هو عنده أو ما يملكه من الأبناء لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منه كان يأخذ صحابته لو أحد بيباه لا يأخذ صحابته يا حج أرجع وعين عليك السؤال تنهل استدل عليه رضي الله عنه بهذه الآية على إمامتي يا حجي أقل لك استادراني إلا إلا أنت إلا أنت أقل لك قرآن هذا ما صدق قرآن نزل على الرسول ما صدق لي بحض الشيء بيجي صدق لا 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 است Miguel حجي القرآن ما نزلش على الرسول أنت عندك في كتاب مدينة المعاجز لهاشم البحراني في المجلد الأول بيقول قال كلام غير الكلام اللي حضرتك بتقوله ده قال لك في صفحة 16 فلما ولد علي رضي الله عنه فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو لسه مولود بدقائه اهتز له أمير المؤمنين ودحق وقال السلام عليك يا رسول الله ثم تنحنح بإذن الله تعالى وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاةهم خاشعون إلى آخر الآيات قرأ سورة المؤمنون كلها إلى آخرها ثم قد أفلح بك وقرأ تمام الآيات إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خاردون وأيضا في الصفحة الثانية إن علي رضي الله عنه قرأ التوراة والإنجيل والقرآن من قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهلسه في المهن قرأ التوراة والإنجيل والقرآن فأنت عندك دينك بيقولك أن القرآن نزل على علي هوت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بروحي حجي شكراً حجي الساد رامي الساد رامي السلام عليكم ساد رامي نعم الساد رامي يقولك وناس يأملون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض الكتاب أقلك أنت ليش مات أقلك هذا قرآن نزل تقل لي لا أقلك يا أبا هذا قرآن نزل حق الإمام علي يقلك يا أيها الناس اتبعوا هذا الرجل هذا هو ينجيكم من آفات الدنيا فيه والله لو قبتلي كده أكسم بالله اتبع والله لو قبتلي كده هتتبعك أنت هتتبعك أنت هتتلي أية بتقول يا أيها الناس اتبعوا هذا الرجل أنه ينجيكم من عذاب الدنيا والأخرة زي ما أنت بتقول أنت بتقال لي في القرآن هتلي يا عم فين في القرآن القرآن قال لي اتتبع هؤلاء ليش ما أجعل وقال لك هسا وقال لك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رجل آه بل قرأتها عليك دلوقتي وبينت لك أن آية التبليغ ليس بها أي علاقة بإمامة علي رضي الله عنه وبينت لك أن الآية بتتكلم عن أهل الكتاب وبينت لك أنتوا بتبطروا الآيات ولا تأتون بالسياقة الذي يكشف لكم الحقيقة وبينت لك أن الآية دي متشابهة والمتشابه يحتملوا أكثر من معنى وقبت لك أن علي رضي الله عنه تحديتك هل علي رضي الله عنه استدلا بهذه الآية وانت عيس تتعبني عم الحج انت عيس تتعبني الله يبريك انت حدي مسلطك عليها حجي يا الله يا الله أنا ردت لك الزيانة ونصحك لله اتبع محمد وعلي محمد سيماله عندك دليل على ذلك ما عندكش شكرا يا حجي لا عدي دليل حسا كنه نبتكيه عن الدليل بس انت حجي معلش ممكن سؤال بس حجي معلش السؤال الأدلة اللي انت بتقول عليها دي هل استدل بها سيدنا علي سلام الله عليه في إثبات حجياته بالإمامة انت قارئ عن الإمامة عن الخطب مع رتن أوه والله نهج البلغة فين في الإمامة علي استدل بهذه الآية نهج البلغة فيها وقال لك الرسول الرسول ما ينطق علي الهواء لا 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 نهج البلغة مش للرسول للإمامة علي مقذوب علي الشريف الرضي أتى بعد أربع قرون وقلف هذا الكتاب ونسب ولي عليه نهج البلاغة أمامي والجمهور يرى الآن معي شرح نهج البلاغة كم صفحة دوت كتاب شرح نهج البلاغة ألف خمسة واربعين صفحة لميسم البحراني فماذا ترى فيه؟ سادراني ماذا في نهج البلاغة؟ تفضل أين استدل عليه بهذه الأيات؟ اسمح لي حلفك بديلك أنا أريد حلفك بديلك حلفني بالله أحسنت شن الغاية من وقف الحجاج بيوم حارة يوم جو حارة يا عمي كاذب بيتحقوا عليك يا حجي دحقوا عليك وانت صغير في الحسينية وقالوا لك كده وقف الحجاج موضوع غدير خم كان في الجحفة يا حجي والجحفة هذه تبعد عن مكة أكثر من 200 كيلو كان الحجي انتهى يا حجي لو كان وقف الحجاج في يوم عرفه وقال ذلك الكلام كان نفع كنا قلنا لكم ماشي لكن خص أهل المدينة فقط اللي انتم بتقولوا منافقون مرتدون خصهم بهذا الكلام للمشكلة اللي كانت بين بوريدة وبين علي رضي الله عنه يا حجي بالله عليك أهمل إيتاني بس أنا فهمتك وردتلك على كل حاجة واكتب نهجي البلغة هو فين الإمام علي استدلب الآيات يا حجي فين أقول لك السادراني أسير لك سؤال شين الغاية عامل وقف الحجاج بيوم عامل لا يا حجي الكفاية بالله عليك تعبت يا حجي أنا اللي هقفل أنا الخط أنا آسف تعبت يا حجي يا أبو علي بالله عليك تعبت حرم عليك؟ ما ترفعش نغطي بقى يا عمل أنا قلتلك مافيش حجاج قلتلك الحج انتهى يا حجي الحج كان انتهى شوف عيني والله تعباك الحرم عليك الحج انتهى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم راجع بقى اللي معه أهل المدينة اللي عايشين معاه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي راجع معهم بقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد من انتهى الحج صلى الله عليه وآله وسلم وراجع معاهم وكان فيه مشكلة بين أبو رايدة وعلي فأراد أن يبين ما كانت علي واللي يشهد بذلك محمد بكر المجلسية في بحر الأنوار تكلم في ذلك محمد بكر المجلسية حج في بحر الأنوار فما تجيش تقول لي المشكلة وين المشكلة وين وقفوا الحجاش في الحجاش كان أهل المكة مش موجودين الأهل الطيف مش موجودين أهل اليمن مش موجود ولو حد جاي من مصر والكويت موجود مين مع النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن فقط أهل المدينة فقط فتقول لي وقف الحجاش في الحر الشديد يعني لو واحد عايز ينصح حد أنا دلوقتي أريد أن أنبه أحد على شيء أو أنصحه أقول له تعالى اطلع لي بره في الشمس على الأسفل أقفل في عز الشمس الساعة أتنين الدور كده حافي على رجلك ده بيعزبه النبي كان عايز يعزبه يا عمي يا حجي أجذبات والله بيتحكوا عليكم في الحسينيات نصلاً يهديك يا حجي ونيأخذ بيهديك إلى نور التوحيد أتعبتنا وكما رأيتم لا دليل واضح بين بتري للآيات نزع الآية من السياق حتى لا يكشف شفتوا التدليس طبعاً يعني هذا يمشي خلفهم آيات متشابهة وعلي لم يستدل بكل هذا نصلاً يهديهم وأن يأخذ بنواصيهم إلى البرج والتقو أيها الحبيب عشان تدعمنا والقناة متأفشي تسوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلح كل ما هو جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة